أعلم بكم مجدداً معكم نوريس علي وفي هذا الفيديو فقط أريد التحدث بشكل سريع أو ربما ليس سريع ربما مطول لا أعرف كيف سيكون الحديث فمنذ فترة كنت أريد أن أتحدث حول هذه الفكرة التي سأتحدث عنها في هذا الفيديو ولكن دائماً يعني يحدث شيء ما ويعني أعدل عن قراري وأقول أن ليس مهم أن أتحدث حول هذا الشيء أو ليس مهم أن أقول هذه الأشياء ولا يكترد أحد لكي يسمع يعني لكن أنا الآن أريد أن أقول بغض النظر هل كان هناك مستمعين أم لم يكن هناك مستمعين لابد أن أقول هذه الأشياء التي سأقولها اليوم لأن ربما هناك بعض الأشخاص الذين يفكرون كما أفكر ولديهم نفس المشاعر التي لدي لديهم بعض الخوف أن يقولوا الأشياء التي يريدون أن يقولونها أو يشعرون أنها مهمة لكن يخافون أن يقولونها فأريد أن أخاطب هؤلاء الناس ربما يسمعون هذا الكلام وربما يعني يشعرهم هذا الكلام أنهم ليسوا لوحدهم وأن هناك شخص آخر يشعر كما يشعرون ولديه نفس الأفكار التي لديهم وربما هناك كثير من الأشخاص الذين يفكرون بهذا الشيء لكن الخوف يدفعهم لعدم مشاركة أفكارهم أو عدم العمل على أفكارهم فالشيء الذي أريده هو أن الوقت الذي نحن أصبحنا فيه هذا الوقت من الزمان أي شخص يقول أي فكرة فهذا الشخص يتم فورا يعني نقول أو يقوم عنوانات الفكرة الخاصة به ووضعها ضمن مجموعة معينة يعني مثلا إذا قلت مثلا شيء أنا قمت بتعليق بسيط حول مثلا على العلم أو قمت بمجابهة مثلا أو ليس مجابهة قم بتعليق معين ضد مثلا شيء علمي معين ففورا يتم تقسيمي ويتم وضعي في خانة نعم أنت مثلا من التيار المتدين فأنت لا تهتم من للعلم أو إلى آخر وإذا قمت بتعليق بسيط أيضا أو مناقشة بسيطة أو مناظرة ليس مناظرة بل دعونا نقول مناقشة بسيطة حول مثلا شيء ما في الدين ففورا يتم العنونة وأنت علمانية وأنت يعني تأخذين التيار الحادي أو لا أعرف ماذا أسماء كثيرة أسماء كثيرة مجرد أن تقول رأيك فهناك كثير من المجموعات التي يمكن أن يضعونك بها ويقولون أنت من هذه المجموعة فعندما يريد الإنسان أن يقول مثلا رأيه الصادق رأيه الحر بشأن معين إن كان شأن ديني أو شأن علمي أو شأن أي شأن كان أو سياسي أو شماعي أو اقتصادي أي شيء فيصبح الإنسان يشعر الإنسان بالخوف لأنه فورا سيتم عنوانته وهذه العنونة قد يعني ينتهي بالمطاف بهذا الإنسان في مكان يعني لا أحد يريد أن يكون فيه فبالتالي نحن دائما نخاف أن نقول الأشياء يعني الأشخاص الأشخاص الذين يعني لديهم بعض التساؤلات الصادقة أو الرأي الحر حول شيء ما يخافون أن يقولون هذا الشيء لأنه فورا سيتم العنونة ووضعهم ضمن مجموعات وما أسهل هذا الشيء وما أسهله يعني مجرد أن تقول رأي بسيط جدا فمباشرة يتم عنوانته فأعتقد أن نحن الآن يعني مع وجود مع عصر الإنترنت ووجود الكم الهائل من المعلومات على الإنترنت يوجد الكثير من المعلومات الخارج حدود المألوف والنسبة لنا يوجد كثير من النظريات الغير مقبولة بحدود مثلا المجرمع الذي نعيشه بغض النظر أي مجرمع نحن نعيش به يعني أنت كنت تعيش في مجرمع عربي أو أجنبي أو في أي دولة فأنت لديك أفكار معينة أنت عشت بها ويعني تلبيت عليها فلكن فعليا الآن يوجد فعليا كان وما زال يوجد الكثير من النظريات وكثير من الأفكار وكثير من التربيات خارج حدود المألوف النسبة لك ومع وجود الإنترنت أصبحت كل هذه النظريات وكل هذه الأفكار وكل هذه التساؤلات أصبحت موجودة لدى الجميع فلا يمكن الآن مثلا أن يكون مثلا الطفل ما أو شخص مثلا عمره مثلا 16 سنة أو حتى عمره 30 أو 40 أو 50 لا يمكن هذا الشخص أن مثلا يعني يرى أو يمكن لهذا الشخص أن عبر الإنترنت أن يقرأ حول النظرية الفلانية وأن يتساءل مثلا لماذا هذا ربما هذه النظرية تعارض الدين مثلا أو تعارض العلم أو تعارض أي مجموعة كانت موجودة على الكرة الأرضية فسيتكون لدى هذا الشخص بعضنا التساؤلات لا يمكن أن نقول لهذا الشخص توقف لا تسأل تساؤلاتك ضد المجموعة الفلانية لا يمكننا أن نزرع الخوف بقلوب هؤلاء الأشخاص المتسائلين أصحاب العقل الحر والحر يعني أنهم فعلا يتساءلوا لأنهم لديهم سؤال لا يتساءلوا فقط لأن أحدهم قال لهم تساءلوا هم فعلا يريدون أن يفهموا فعلا يريدون أن يفهموا فعلا يريدون أن يتطوروا فلديهم بعض الأسئلة لا يمكن أن نعنون سؤال ونقول أن هذا السؤال يتبع للمجموعة الإلحادية أو يتبع للمجموعة العلمانية أو يتبع للمجموعة الدينية أو يتبع للبلد الفلاني أو يتبع للطيار السياسي الفلاني ونقوم بخافة الأشخاص أن لا يقوموا بالتساؤلات أو نمنعهم من التساؤلات فقط بخلال عنوان التساؤلاتهم فأنا حزينة جدا لهذا الموضوع حقيقة والكثير من المرات أنا أكون مسؤولة من كلامي الذي أقوله عبر هذا القناة والأشياء التي أحاول أن أراجع أكثر مرة وأحاول أن لا تسبب نوع من الجدل أنا لا أريد إثارة الجدل أنا هدفي بكل بساطة أن أتحدث عن المواضيع التي أجدها مهمة واليوم أنا تحدثت حول هذا الموضوع لأني وجدت أنه مهم وجدت أن من المهم أن أقول لكم كفوا عن عنوانة الناس إذا قام شخص بسؤال معين فتقبلوا السؤال بكل بساطة السؤال ليس جريمة المناقشة ليست جريمة التحدث بأدب ليست جريمة مناقشة موضوع حساس بالنسبة لمجموعة ما من الناس هو ليست جريمة فنحن يجب أن نتحدث حول هذه المواضيع ويجب أن نناقشها يجب أن نناقشها لا أقول أن نقوم بجدل حولها لكن إذا قام أي شخص مثلا ابنك في المنزل أو أي شخص قريب منك أو شخص حتى على الإنترنت قام بتساؤلات وأنت وجدت أن هذه التساؤلات صادقة وجدت هذه التساؤلات حرة فعليك أن تتقبل هذه التساؤلات ولم يقم بجريمة عندما شارك ماذا يدور في رأسه أو ماذا يعني هو يبحث عن إجابات بالنهاية فإذا كان لديك هذه الإجابات فتحدث عنها إذا لم يكن لديك هذه الإجابات فاسمت لا تقم بعنوانة الأشخاص يعني أنا من هذه الفترة أتابع بعض القنوات على اليوتيوب وفورا يعني بعد قنوات دينية فورا أي شخص يقول أي شيء أو أي فكرة معينة فورا يقومون باتهامه أنه شخص علماني أو شخص الحادي يعني لماذا يعني لماذا هذا لماذا هذا التعصب الشديد يعني لماذا لا نقبل أسئلة الناس لماذا لا نقبل وجهات نظرهم لماذا لا نتقبل الآخر إذا كان طبعا يتحدث الآخر بطريقة مؤدبة أو طريقة لبقة بتأكيد الحديث الغير مؤدب الحديث الهجومي غير مقبول لكن يعني عادة الإنسان الحر سيتحدث بأدب سيتحدث بالبقة لأنه ليس هدف ليس هدفه أن يجادل ليس هدفه أن يقوم ب يعني إثارة الجدل ليس هدفه أن يبرز نفسه ويقول أنا هنا لا هدفه أن يعني يصل لمعلومة ما يصل لهدف ما يصل لشيء ما هو يبحث وفي حالة بحث وعلينا احترام هؤلاء الباحثين أيضا أرد أن أقول شيء يعني زائد هذا الموضوع هو أن بالنسبة للأشخاص يعني ربما ليس له علاقة بالموضوع الأول بالنسبة يعني للأشخاص الذين يعني يعني نرى الأشياء الكثير من أشياء التافهة والسخيفة على الإنترنت طبعا أنا لست ضد أحد بدأي أن كل شخص من حقه أن يتحدث وأن يقول أن يغني أغنيته يعني فإذا كان الشخص مثلا سخيف يريد طبعا نحن نعنونه مرة أخرى نعنونه نقول هو سخيف بغض النظر يعني شخص يقدم محتوى أو شيء غير يعني له معنى أو معنى واضح بالنسبة لنا مثلا فنحن يعني هؤلاء الأشخاص موجود أنا أضعت الفكرة على فكرة لأنني حاولت أن يعني أن أحاول أن لا أهاجم هؤلاء الأشخاص فأضعت الفكرة التي أريد أن أقولها لكن سأعيد ترتيب الأفكار فيعني نجد الكثير من هذا المحتوى موجود على الإنترنت ونحن يعني ضد هذا المحتوى فلا تدعي أن نتفاعل معه بكل بساطة لا تدعي أن نتفاعل معه فالشخص أريد أن أقول أن الأشخاص الأحرار فعليا برأيهم وبعقولهم هم الأشخاص الذين فعلا سيقومون بعملية التغيير الشامل لحياتنا فليس هؤلاء الأشخاص الذين يعني يتحدثون بالتفاهات أو يتحدثون بالسخافات أو أولئك الأشخاص الذين يعنونون الأشخاص الآخرون يعني بالنهاية أنت لديك رأيك الحر لديك ثقافتك لديك وجودك الصادق أنا أتحدث أنك تتحدث بالصدق تتحدث بحرية أو تفكر بصدق وبحرية لا أتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذين يعني يمثلون أنهم أحرار وناشطون هذا مصطلح الناشطون أصبح يعني جديدا على وسائل التواصل والاجتماعي ليس جديدا أقصد يعني بمصطلح رائج على التواصل والاجتماعي يقولون هذا ناشط وأنا أفكر يعني ناشط بماذا يعني هذا المصطلح أيضا أرد أن أتحدث عنه حقيقة لأنه بعض الأشياء تراها مضحكة فعلا يعني الناشط الفلاني على وسائل التواصل والاجتماعي ماذا يعني ناشط يعني ما الشيء الذي ينشط فيه يعني في يعني قبل السنوات قبل التواصل الاجتماعي عندما كان التلفاز هو مصدر المعلومة كانوا يقولون الناشط فنحن نفهم أن الناشط هو الذي يناضل من أجل حقوق الإنسان أو يناضل من أجل شيء ما أو يناضل حقوق المرأة أو لا أعرف ماذا لكن الآن أصبح الشخص إذا قام بعمل مثلا نشر بعض من أفكاره التي ليس لها أي ليس لها أي مصدر وليس لها أي ركيزة فيصبح أن اسمه ناشط أو ينشر الأشياء التي أنتم تروها لا أريد أن أعنونها الآن أنتم تعرفون ما أخصد ويعني هذا اسمه ناشط فإذا كان هؤلاء الأشخاص من حقهم أن يتكلموا بهذه الأشياء التي يحبونها أقصد الناشطون بالمعنى الرائج الآن فلماذا نحن لا نتكلم؟ يعني لماذا أنا لا أتكلم؟ لماذا أنتم لا تتكلمون الأشخاص الذين لديهم أراء؟ إذا كان الشخص مثلا الذي يقوم بتصوير تصوير عائلته ونشر فيديوهات عن حياته الخاصة والتحدث عن ذلك بصوت مرتفع وهذا شيء مسموح وهذا شيء جيد لماذا أنا الآن لا أقوم بتسجيل مثل هذا الفيديو أتحدث فيه عن أن توقفوا عن عنوانة الناس اسألوا أسئلتكم فكروا بحرية لماذا لا يكون مثل هذا الفيديو موجود مثلا أو لماذا أنتم لا تقومون أيضا أنتم الآن أن تقومون بمناقشة أفكاركم بحرية لماذا لا؟ إذا كان ذلك مسموح فلماذا هذا لا يكون مسموح؟ وفعليا هو مسموح لكن نحن لأننا نفكذ كثيرا لأننا نحاول أن نكون دقيقين جدا بأفكارنا نحاول أن لا نتكلم بشيء لا نعلم به ونحاول أن نجد المصادر لكلامنا قبل أن نتكلم فبالتالي يكون لدينا بعضنا الخوف وبعضنا الحرص على التحدث وبالتالي نحن لا نتحدث بالنهاية وبالتالي صوتنا لا يسمع فهذه هي المشكلة أننا نحن لا نتكلم أو لا نفرد وجودنا فكما هؤلاء الأشخاص موجودين على الإنترنت أو في الحياة أيضا نحن موجودون ولدينا حق الحياة كما لديهم حق الحياة فبالتالي أريد أن أقول أن علينا الاستمرار بهذه علينا عدم الخوف بمناقشة أرائنا حتى لو تم عنوانتنا حتى لو تم تعرضنا لخطر ما بسبب العنوانة هو ليس موضوع سهل يعني مثلا عندما يقوم شخص بقول رأي معين ليس سهل مثلا أن تذهب أنت وتقول عنه كافر مثلا أو تقول عنه ملحد هذا الموضوع ليس بهذه السهولة هذا الشخص يمكن أن يتأذى جدا من هذه العنوانة وبالتالي هذا الذي يحدث عندما الأشخاص الذين مثلي أو الذين يفكرون بهذه الطريقة يخافون أن يتحدثون لأن أي تحدث أي فكرة أي شيء سيودي بهم إلى مصائب يعني حقيقة لكن الشيء الذي أريد أن أقوله هنا هو أن أقول التحدث لا أقصد أن عليك أن تتحدث بالمايكروفون وتقول أنا لدي هذا التساؤل وكل الناس تسمع لا دعي لذلك يعني لكن الفكرة أن لا تجعل هذه الأشياء أو العنوانة التي تحدث أو الهجوم الذي عليك من الفئات الأخرى لا تجعل ذلك يمنعك من البحث مع نفسك يمنعك مع الوجود مع نفسك أو حتى قول الأفكار التي أنت يعني تفكر بها عاليا مع نفسك يعني بالصوت عالي تكلم بالصوت عالي مع نفسك لا تمنع نفسك من هذا الموضوع أن تلديك الحق أن تفكر ربما هناك خوف عليك أن تقول الأفكار بشكل يعني أن تقوم بأخذ المايكروفون وتقول بصوت عالي سيكون عليك ضرر سيكون عليك مشكلة فلا دعي أن تقوم بذلك قم بصوت عالي مع نفسك لأن الشخص الذي يفكر بحرية وصدق ويسأل الأسئلة الصحيحة في مكانها ويبحث عن إجابات هو الشخص الذي سيغير في هذا العالم والذي سيغير في هذه الحياة ليس الشخص الذي فقط ينصاق وراء التصنيفات ويحاول أن يلتزم بها أنا فقط من المجموعة الدينية الفلانية أنا ملتزم بها أنا من مجموعة الإلحادية الفلانية أنا ملتزم بها أنا من مجموعة العالم الفلاني أنا ملتزم بها أولا الأشخاص عقولهم فقط متحجرة فقط لا تنفع إلا ضمن القالب الموجودين فيه فأنت مختلف أنت عليك أن تساؤلاتك لا مشكلة فيها مهما كانت لا مشكلة فيها حاول أن تبحث عن الإجابات حاول أن تبني نماذج على أسئلتك على بحثك فالإنسان بالنهاية هو إنسان هو مخلوق ذو قيمة وليس شخص مجرد أن يأكل ويشرب إذا أنت لم تفكر إذا أنت لم تبني نموذجك الفكري الذي ستعيش به إذا لم تبني شخصيتك الفكرية فلماذا أنت إنسان بالنهاية؟ لماذا أنت إنسان؟ أنا لا أعرف بالنسبة لي لا أعرف أن لماذا الإنسان إنسان إذا لم يكن له شخصيته الفكرية إذا لم يكن له ثقافته إذا لم يكن له تساؤلاته الصادقة الحرة لا أعرف يعني من هو الإنسان إذا لم يكن هذا الإنسان يعني بالنسبة للمخلوقات التي نراها على وجه الكرة الأرضية نرى الإنسان الشخص أو الكائن الوحيد المتميز المتميز بموضوع التفكير فإذا قمت أنت ببيع عقلك للخوف أو ببيع عقلك لفئة معينة مجموعة معينة من الناس فيعني أنت لم تعد إنسانا بعد ذلك أصبحت كائن مدجن وأنا أعرف أن من الصعوبة أن الإنسان أن يحرب من الحضيرة أو يهرب من التجين الفكري الذي الذي يعني اتبعه لسنوات صعب جدا وسيوجه مشاكل إذا حاول أن يهرب من هذا من هذه البرمجة العقلية التي صارت على عقلي لسنوات لكن أعتقد هي الموضوع يستحق لأن بالنهاية ستكون إنسان هذه الغاية أن تكون إنسان بكل معنى الكلمة أن تقوم بالتفكير أن تقوم بإنشاء أشياء مهمة في هذه الحياة مهمة بمعنى أنها أشياء مفيدة تبني هذه الحياة وتغير في هذه الحياة فالذي أريد أن أقول بالنهاية قاموا بعنوانتك أم لم يقوموا بعنوانتك قاموا بتكفيرك أم لم يقوموا بتكفيرك قاموا بجعلك تنتمي لمجموعة X أو Y لا يهم أبدا لأنهم هم بالنهاية الهوامش في هذه الحياة الشيء المهم هو أن تبقى في مسارك وأن تستمر في البناء رجاء استمر في البناء لأن هذا الاستمرار في البناء هو الذي سيغير فعليا على المدى الطويل ليس على المدى القصير يعني ليس هناك نتائج فورية للأسف ليس هناك نتائج فورية علينا أن نعمل لمدة طويلة لسنوات هذا العالم فعليا في هذا العالم في خضاب حقيقة هذا العالم محطم هذا العالم فيه الكثير الكثير من المشاكل فلا يمكن أن نعمل لمدة مثلا 200 سنة ربما لا نعمل نعمل ولا يكون هناك نتيجة لكن نحن نعمل بأمل وبهدف البناء أننا يوما ما سنصل يوما ما سيكون هناك شيء جيد في هذه الحياة أن تكون مسؤول من نفسك يعني لا داعي أن تصبح إنسان خائف لا داعي أن تكون لا داعي أن تكون أو أن تصبح إنسان تافه مثلا أو سخيف أنت موجد بنائك لذاتك فأنت تنقص عدد التافه من العالم واحد وبالنهاية هو خيارك أنا بالنهاية يعني بالنسبة للأشخاص الذين يعني يشاركون أشياء أو يتحدثون عن أشياء أو لهم نمط حياة معين أنا لا أتوافق معه بالنهاية يعني أنا لست ضدهم في هذه الحياة كبيرة وواسعة وموجودة للجميع وكل شخص له الحق أن يكون وكل شخص له حرية الاختيار فعليا حرية الاختيار أن يكون ما يريد أو أن يفكر ما يريد أو أن يفعل ما يريد فأنا لا أحكم على أحد هنا بالنسبة لي أنا لم أختر أن أكون مثلهم مثلا هذا خياري شخصي فأنا أخاطب الأشخاص الذين لهم نفس الخيار أنا أعرف يكون موضوع صعب عندما تجد مثلا هؤلاء الأشخاص يعني لديهم الواجهة الإعلامية الكبيرة وأنت لديك أفكار جدا مميزة لديك بعض التساؤلات الجدا مميزة ربما إذا قمنا بالإجابة عن هذه التساؤلات نصل لحقائق جديدة وأنت تخفيها لأنك تخاف وأنا أشعر في هذا الخوف مرات يعني أنا هذا الفيديو تردت في تسجيله أكثر من ماذا لأن فكرت أنه ليس المهم أن أقول هذا يعني ليس من المهم يعني بالنهاية أن لا أحد يكترث وكل أشخاص يعني كل شخص موتم بنفسه فلا أحد يريد أن يستمع لهذا الكلام لأن ربما الأشخاص فعليا أصحاب التفكير الحر أو الصادق هم جدا قلائل في هذا العالم وربما لا أحد يتابعني الآن أو لا أحد يسمعني فأقول لماذا أقول؟ لكن وجد أنه لابد أن أقول هذه الرسالة لأنه ربما هناك أشخاص مثلي في هذا العالم يشعرون بلديهم أشياء معينة لديهم أفكار معينة ويخافون من الاستمرار بها يخافون من مشاركتها ومرة ثانية أقول ليس الحدف من هذا الحديث أن تقول أفكارك للناس أو تشاركها لأن ذلك قد تعرضك للخطر إذا كانت أفكارك مثلا حساسة بالنسبة للمجتمع الذي تعيش به لكن اعمل على هذه الأفكار اعمل على هذه الأفكار مرة أخرى ابني هذه الحياة من منظورك كما للأشخاص مرة أخرى كما للأشخاص دعوني أعيد صياغة الجملة كل إنسان له الحق في هذه الحياة إن كان سخيف إن كان مفكر إن كان فلسوف إن كان شخص غبي جدا كل إنسان له الحق في العيش في هذه الحياة ولو أحقية أو حرية التفكير مع نفسه لا أحد لهذه اللحظة لم نصل لمرحلة التحكم العقلي فأنت على الأغلب سيكون عقلك ملكك لهذه اللحظة فأنت حر بما تفكر لك حرية التفكير فلا تخاف أن تكون نفسك استمر بالبناء لا تنظر لا تنظر يعني كما يقولون القافلة تسير والكلاب تعوي يعني أنا أعتذر عن هذه الجملة لكن نفس الفكرة أنه قد تتساءل قد تقوم بأعمال معينة يقومون الأشخاص الذين حولك أو تكتب تعليق مثلا على اليوتيوب ويهاجمونك مستخدمين اليوتيوب الآخرين ويطلقون عليك أحكام وآراء غير صحيحة فلا مشكلة دعهم يقولون أي شيء دعهم يفعلون أي شيء أنت استمر في البناء البناء الذي تقوم أنت به جدا جدا مهم صدقني جدا مهم يعني أنت ربما لا تعرف هذا الشيء أو ربما لست على ثقة أن بنائك للحياة كفرد جدا مهم جدا مهم يعني أنت كشخص يمكن أن تعلم مثلا عشرة أشخاص آخرين والعشرة يعلمون أشخاص عشرة آخرين وهكذا كل واحد منهم عشرة يعني الجيل الثالث أصبح لدينا مئة شخص بأفكار مميزة بالجيل الثالث يعني فأنت كالجيل الحالي أنت لديك القدرة أن تقوم بشيء كبير يعني تخيل معي لو كان مثلا الآن أنت تسمعني شخص أو شخصين دعونا نقول شخص يسمعني الآن أو شخصين فهذا الشخص مثلا كل واحد منهم علم شخصين آخرين في الجيل الثاني مثلا نحن يعني وثم يعني بالنهاية خلال ثلاثين سنة سيكون لدينا مثلا عشرين شخص أو ثلاثين شخص مميز نحن لا نحتاج أن يكون مئة شخص لدينا ملايين الأشخاص المميزين يعني لا نحتاج الملايين فقط قيادات بسيطة ذكية يعني بسيطة ليست الكلمة الصحيحة فأنا أحاول أن أراجع كلماتي وأحاول أن تكون دقيقة فالتالي لا أحاول يعني لا أريد أن أقول شيء غير دقيق أو غير صحيح أو لا يعبر عن فكرتي أقصد أن العدد بسيط يعني مثلا ثلاثين شخص مميزين أعتقد هذا عدد كبير حقيقة نحن لا نحتاج ثلاثين يعني فقط أنت تحتاج نحتاج شخصين ثلاثة أشخاص أربعة خمسة جيد خمس أشخاص مميزين أعتقد يعني أقول خمسة أشخاص من النخبة العالية جدا وهؤلاء الخمسة أشخاص يستطيعون القيام بتسيير الجماهير لأن الباقي الأشخاص هم فقط يتبعون الرائج يعني نفس الأشخاص الذين يقومون بالآن يقومون بعنوانتك أنك كافر أو عنوانتك أنك ملحد أو عنوانتك كأنك متدين مثلا نفس هؤلاء الأشخاص سيصفقون لك بعد عشرين سنة نفسهم لأنهم بكل بساطة هم أشخاص يتم توجيههم ومن خلال السياسات العليا أو من خلال الأفكار الرائجة هكذا هم يتوجهون فأنت لا داعي أن تفكر بهم لا داعي أبدا أن تضعهم في الحسبان أبدا فتجعلهم استمر بالبناء هذا الشيء الذي أريد فقط أن أؤكده أنك إذا كان لديك تساؤلات حرة صادقة مرة أخرى صادقة يعني شيء أنت فعلا من قلبك تتساءل ما هذا؟ هذا ليس حرام هذا ليس خطأ كل إنسان يحق أن يتساءل يحق أن يبني وجوده استمر في البناء بالطريقة التي تجدها مناسبة استمر فقط أي شخص آخر ليس له علاقة بمسيرتك المهم أن تركز بمسيرة البناء الخاصة بك وساعد أي شخص تستطيع مساعدته خلال مسيرتك فإذا تكلمت كثيرا ولكن كان الكلام مفيد ألا تعتقدون ذلك؟ أعتقد بالنسبة لي هذا الكلام كان يجب أن أقوله وأعتقد أنه كلام مفيد فتمنى أنه ساعد أحدا ما في أحد المستمعين مثلا فشكرا لكم ونستمر بالتعلم أشياء أخرى لاحقا ترجمة نانسي قنقر